في ظل الجو المشخون طائفياً مرشحتان من النادي العلماني في الجامعة الأمريكية في بيروت تصلان إلى منصبي نائب رئيس الحكومة الطلابية وأمين الصندوق الانجاز اللي صار هالسنة ما انه فجأة يعني ما طلع فجأة كانجاز لا هو عبارة عن مجهود صار له كذا سنة وعن وعي سياسي عن طلاب الجامعة الأمريكية نحن كعلمانيين ما منفتش على وين مصلحة حزب بشي مشروع لأنه عادة إذا في حزب تاني ما قالوا مصلح بهالمشروع بيصوتوا ضده وبشلوه طلاب الجامعة ينظرون لما حصل بإيجابية أكيد أنا معنا تكون علمانية لأنه أنا شخصياً هلأ أول سنة جامعة لما شفت الانتخابات كانت 14-8 بمحال لازم يكون عم نلغي 14-8 فأكيد هذا الشيء غلط ولما يكون في عندي حدا علماني فأكيد هذا بدل أنه عم يتقدم البلد لأنه تقدم البلد بيبدأ من الجامعات كتير مبساطة بالشيء اللي صار لأنه أنا شخصياً علمانية وبحب أنه الدين ما يكون فصل الدين عن الدولة شغلة مليحة لأنه بدل أنه فيه تلميذ هلأ عم يتحدر شوي وصار عم يطلعوا من الطائفية والدينية والسياسية اللي عمنا إياها تجربة الأمريكية لافتة لا سيما وأن العدوى السياسية انتقلت بقوة إلى الجامعات في الفترة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر